الله في السماء قبل ما يخلق السماء والأرض كان وين؟ طيب لما نقول يا أخوان الله في السماء ما ادخد في راسك وفي ذهنك إنه الله زيق الله ما زيق ربنا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله ما زيق الله في السماء أي فوق السماء طيب السؤال ربنا قبل ما يخلق السماء والأرض الله كان وين؟ الكلام جاوب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان إذا ذول ما كفوا كلام الرسول تقدر تغنعوا؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب لما سئل أين كان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الله كان فيه ربنا سبحانه وتعالى وقبل ما يخلق السماء والأرض لكن يعلم الله سبحانه وتعالى الكيف والحقيقة والحقيقة فإنت إذا سألوك إذا سألوك تقول تقول بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض يعني أخوانا ربنا سبحانه وتعالى موجود قبل ما يخلق السماوات والأرض عشان ما تكون عشان ما تلخبت عليك في ذلك حتلخبت عليك قولك يا الكلام ده أنا ما فهمته طيب سؤال السماء والأرض ربنا سبحانه وتعالى كان قبلين واللهن كانا نقبل ربنا سبحانه وتعالى ها كانا نقبل ربنا ولا الله كان قبلين ربنا سبحانه وتعالى كان قبلين شاكذا النبي صلى الله وسلم جاوب ليك قال ليك كان الله ولم يكن شيء غيره وفي سورة هود ربنا قال وكان عرشه على الماء. ده في صورة هود. اسي جيب مصحف نفتح لك. اسي ده يجيب مصحف. فهمت? الناس ما تكورك سيب. طيب. آآ قال قال الآيات الذكرة ذكرتها يعني. قال دي آيات نزلت نزلت في المشركين اللي بيعبدوا الوصنام. يا اخواننا نحن مشكلتنا مع انك تعبد مونه. يعني ما زول يتشاكل معك. قولك يعني تقول له اسمع. نحن خلا الشيخنا خليناه. الرسول كيف? ما الموضوع كده يا اخواننا? العبادة حقت منوه. حقت الله. اديت لمخلوق غير ربنا ده الشري. الدليل. حديث معاذ ابن جبل. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. وشوف تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن صلى الله عليه وسلم افضل البشر. كان بيركب الحمار. لو سأل الله يديه دابة. كان ربنا ممكن يديه. ها ان شاء الله. اي عربية زعته في الزمن داك ربنا ما بجيبه ليه? بجيبه ليه. لكن ابن صلى الله عليه وسلم متواضع. قال ليه لتلقى شيخ? ها? مدى لك ييده كده. وتوضي ليه ويتك رعينه. بعد ما هو يتوضى. وما يتواضع عليك. فهمت? نواصل في الحديث. معاذ ابن جبل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال يا معاذ او تدري ما حق الله على العباد? يعني مسلا اقول لك الموبايل دا حقيه. جزل شاء على الموبايل وادى ليه شيخ. شيخ مصطفى مسلا. دي اخوان ظلم لي ولا ما ظلم? العبادة حقت منوه. اقت الله. اديت للاصنام. ظلم ولا ما ظلم? اديت للرسل والانبياء ظلم ولا ما ظلم? اديت للملائكة ظلم ولا ما ظلم? ما بيرضه. شان كده ربنا بيسأل الرسل بيسأل عيسى ابن مريم. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله? قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. فقال ده ما حقه. العبادة حقت منه اخواننا? حقت الله. يبقى لما نقول حق الله ما يدوه لعبد الله. الكلام ده فيه حاجة? ها? اسي مسلا زول جزول هنا ادو امانة. قال لي خمشي لي فلان تلقاه مسلا في السوق. اه دكان بتاعه ناصي اديو الامانة دي. شال الامانة ومساكة عنده. قلنا لي يا زول. ادي الزول امانته. نبزنا داك? ما نبزناه. العبادة حقت منه? حقت الله. ادو الله حقه. العبادة. ادوه لي الله. ده الموضوع كده. طيب. فكونه يقول نزلت في المشركين. المشركين عملوا اشنو? شوف سبحان الله. اسي لو جيت قلت لي زول? العبادة معانا اشنو? قل لك معانا ما تسجد لي الصنم. ولا تعبود ولا كده. كويس. ولا اله الا الله معانا اشنو? قل لك معانا انو الكون خلق والله وكده. ده جزو من معانا. لكن ده ما معانا الحقيقي. ليه? لانو ابو جهل كان عارف المعنى ده. وبعد ده ما مسلم. ولا ابو جهل مسلم? ما مسلم. ابو جهل ربنا في القرآن. قالوا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ مُنُهُ. اللي بيقول ده منه ده لالصحابة ولا المشركين. ده للمشركين. يبقى كونك تكون عارف انه الله خلقنا براه ما كفاية لغاية ما تعمل العبادة كلها لالله وتخلي المخلوقين ما تدّيهم اي حاجة. ده العبادة. كويس. ولذلك يا يعني الآيات دي. الآيات. اي زول عمل عمل معين بتنزل فيه الآيات. ولو أي زول قال دي حاجة تنازل نحن ما نازلة فينا. كويس. صورة اهل عمران. اهل عمران معناه شنو؟ معناه اهل. اهل عمران يعني. اهل عمران معناه اهل. الاهل هم الاهل. نقول نحن اخوانا اهل عمران ولا نحن سودانين? سودانين نقول اهل عمران دي. خلوها لينا بعيد. صورة ابراهيم. نحن قوم ابراهيم. نحن قوم منه? محمد صلى الله عليه وسلم. صورة ابراهيم دي شنو؟ شلوها بعيد. طيب صورة النساء. دي ما مع الرجال. دي حقة النسوان براين. تاني. صورة مريم. دي حقة ام عيسى عليهما السلام. ما حقتنا نحن. امرو قوها برا. المصحف فضلفوه شنو? ها? فضلفوه شنو? المصحف. ولذلك اخوانا الاية دي شوف الاية. وان كانت نزلت زمان لكن العلماء بقول لك العبرة بعموم اللظ لا بخصوصي السبب. يعني اي زول يعمل العمل ده بتنزل فوقه الاية. اي زول بيعمل العمل ده تنزل فوقه شنو? الاية. السحر. كان في زمن سليمان. طيب الليلة لو زول عمل السحر. نقول لا لا لا. زول ده كلامه كويس. لانو الايات دي نزلت شنو? واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان. نقول خلاص الايات دي خاصة بسليمان عليه السلام. ونحن كامة محمدية نسحر نكتب نكتب حجاب محبة حجابية حاجة. نقول كده? ما بي نقول كده. فيبقى الايات الايات البتنزل في زول نقول نزلت في زول لي شنوه? لانو عمل عمل مخالف للدين. اي زول? يعمل العمل ده? تنزل فوقه الاية. طيب. اه قال طيب. سؤال اه اذا كلام في الحق لماذا تاتي بالافراد? والاجهزة الامنية. والشيخ احمد داود قال اخذ اربع ايام. شنو كده? يا اخا نحن نشوف انت مكلف تطيع الحاكم. الحاكم قال ليه قدرت تشتغل شغل تجي تستازم منه. اه عشان ما تكون البلد فوضى. فيمتا? فدخل ليه بيجاني. احمد داود غيره. اه والسائل اذا ما جاب اسمه احنا ما كنجيب نيسم. فيمتا? ما عندنا مشكلة انه الناس تمشي للاجهزة الامنية. وتعقد زي ده. الناس كلها تقعد دائرة الحق. نجيب الكتب. ونقعد معاه. وبعد ذاك الزول ان شاء الله الناس ناس بعرفوا الآيات وبعرفوا الادلة. وهو زي ما قالوا الصحابة قالوا ان على الحق لنورا. انت بعد مرات غد تكون شنو? ما قاري غران كتير. لكن تسمع الكلام كده تقول دا الحق. ليه? لانو الحق فيه نور. فيه نور. انا بربطك بالله. ودهك بيقول ليه كمشيك امسك في الميتين ديل? لا 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 فيه نور يا تو. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله. لن يخلقوا ذبابا. شوف ربنا اتحدان بجنو دا صورة الحج. ربنا قال ما بيخلقوا ضبانا يا واحدة. ربنا ما اتحدى ليه كابوك الشيخ قال له اعمل لي دميرة ولا اعمل لي بحر ولا تلاتة منقايات شجر منقة ولا هجليج ولا تلاتة ناقات ولا اربعة غنمايات. دي كبير على الشيخ. ربنا قال لك يا اخوان والله تاني من جيك هنا ولا نتكلم ولا المشايخ ديل تاني ما بتكلم معك. بس دارين بيان بالعمل. المناظرة اعملا لنا بيان بالعمل. نحنا زاته ما دارين نتكلم. الشيخ خليه تكلم براو. بيجيب له طرابيزة. وساون دم ندفعه نحنا. كويس? جيب له طرابيزة كبيرة. كلنا بنجي. نصورها ونرفع عليهم. خليجي يخلق لينا ضبانة بس. مش الكواريك دي كلها خليها. قالوا ما قالوا وقلنا خليك دا كله جانب. بس هجيب ضبانة يخلق علينا. انا تاني يوم والله هجيب ليك نوبة. ادق عليك. نططك الاولى لما انت حصل الزنك. بس انت خليك نجيب اخلق ليه ضبانة. ياخد حق الله ياخد. ده حق الله. طيب المشركين مشكلتهم في شنو? اديك جصة توريك مشكلتهم في شنو? عكرمة ابن ابي جهل. ابو جهل الناس بعرفوه. اندو ولده اسمه عكرمة. عكرمة اسلم. ابو مات في غزوة بدر سنة اتنين هجرية. اول غزوة. بعد ده. ولده عكرمة رضي الله عنه اسلم في فتح مكة. لما انجف اتح مكة سبب اسلامه شنو? سبب اسلامه انه رقب البحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما انجف اتح مكة قبل ما يسلم قال الزلدة ومعاه مجموعة من المشركين. قال لو لقيتم مع اللقين باستار الكعبة اقتلوهم. لما سمع الكلام قام شنو? قام ركب السفينة حتى ينجو بنفسه. فلما ركب السفينة ربنا قال المشركين لوائل. كان لما يرجع في الشدة وتجي مصيبة وامور تضيق بيدعو الله براه. كويس? رقب السفينة عكرمة رقب السفينة والموج بيقي يلعب بها. عكرمة بيقي ينادي جماعة بتاع انهم. يقول يا اللات. يا العزة. يا الهبل. في ناس بيقول لك دي صنام. دي صورة. انت قال الصنام دي عبارة عن شنو? عبارة عن صورة لراجل صالح زي ما قال ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن. صورة. زمان ابو جهل كان عنده موبايل جالكسي عشان يصور شيخه. ولا كان عنده موبايل غنبلة. اه ما كان عنده صح. كان عنده شنو? كان عنده فرار وحجر. بيقوم بنجور الحجر. قريب لي صورة شيخه. بيقوم بنته في الشداي. اكرمة المهم بيقي عنده في الشيخ بتاعه ده. بيقول يا اللات. يا العزة. يا منات. جوه البحر. واحد من المشركين المعاو قال ليت تزول بليد واللجن. ها هنا لا ينجي الا الله. قال له في الشدة دي ما بيمرقك الا الله. اللات ده بر لمن تكون التلاجة ملانة. وحاجات رمضان جهزة وكدا. تنادي اللات. لكن هنا جوه هنا في الزنقة ما بيمرقك الا الله. شو فكر قال شنو? قال انجاني في الشدة. وقت الكرب. ربنا ما رقني. وما يمرقني برا. لئن انجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. زول فاهم ولا ما فاهم. يا اخ ربنا ما رقك زي ما قال لك شيخ يوسري. ات جوه بطنك. جوه بطنمك. كان كان بالليك شنو? ياتو حجاب لابسو. جوه بطنمك. الغيزة يجيك. والغيزة تدخل جسمك وانت جوه بطنمك بمرق بشارع تاني. والغيزة بخش لك بشارع تاني. شوف الكلام ده كيف? وانت بتاكل وبتشرب. امك اكلت ما اكلت الا تموت. لكن انت بتشيل من دم ما بشيل. من جسيم ما بشيل. جوه يا ناس تبتلعبوا علينا ولا شنو? واحد تلقاهم مترز بحجاب حجبات كده. بيجاي. بيجاي. ونحنا. يا زول. ربنا قال ان كل نفسي لما عليها حافظ. زول يقول لك يا اخدي من الغران. طيب. قلت من الغران? قول من الغران. من الغران. بتخش بها الحمام ولا ما بتخش بها? لما انت دارتي تجمر. بتخش بها الحجاب ولا بتخش. قل لك لا ما قال اخش بها والله. ده غران اخش بها الحمام كيف? والحمام ده بيت شنوه? ده بيت الشياطين ذاته. وانت مركته الحفظك جوه الحمام منوه? حفظه كالله. وطيب لابسه لشنوه? ده معنا ما اشقالة دي. والله. معنا اتوردته. هو ازا كان نجوه بيت الشياطين. انا ما لابسه. شين فايداته تاني. ما عندها فايدة. فهمتة? ازا قلت تليب اخو الشباء الحمام معنا انت تبتلعب بكلام الله. ما ابتي تفك منا. والله. شاكي ده ما قال لك شاك يوسري. الا تنبساه. قال لجيت الوهابي والدابي. اقولت للوهابي وخلي الدابي. كان كتلت الدابي برضو ما بخلق. الدابي بدعو الله براوه. فهمتة? ربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفور. يا اخوانا ده كل لعب سايد. الناس سمسك في ربنا سبحانه وتعالى. طيب. قال لا يوجد شرك في امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. الشرك هو شنو? ده سؤال. الشرك دي اخواننا في اللغة. العلماء قالوا ما اخود من الضم. والنصيب. يعني مسلا انا وحاج فلان وحاج فلان. كنا دارين عملينا بغالة كبيرة. انا بعمل شنو? بجيب شنو? جزو. وهو بجيب جزو. وده بشي شنو? جزو. بجيب نعمل شنو? نضمن لبعض ونقسمين علينا. دي سما شنو? شراكة مش? في الزراعة في ولا ما في? في اي حاجة في? الشراكة معروف. طيب. انت صليت لربنا سبحانه وتعالى. دي عبادة. ولا ما عبادة? عبادة. دي عيد الله سبحانه وتعالى عبادة ولا ما عبادة? عبادة. قمت قلت يا لحاق بعيد. كده شلت جزو من حق الله ولا ما شلتو? يا ناس ده الشرك. طيب. بالمفهوم ده. في شرك ولا ما اف? اه ده الجواب ظاهر. طيب. قال اذا كان الله في السماء. هل يعني انه غير موجود في الارض? اي? يا زول. الله ما موجود. يا اخوان نشوف. كونك تقول ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ده كفر بالله. ليه? لانه الارض لو قلت في كل مكان. طيب الحمام مكان ولا ما مكان? هل بتقول كده? يا اخوان ربنا فوق السماء. مش جو السماء. فوق السماء. في العلو. ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال الرحمن على العرش استوى. لكن لو قالوا لك كيف? تقول شنو? تقول زي ما قال الامام مالك. الامام مالك قاعد في الحلقة. بقرر الناس. واحد قال له يا امام ربنا قال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى? الامام مالك زعل وكان عنده عود بينكد به والارض والعرق كتر من جبينه ثم رفع راسه وقال الاستواه معلوم. الله في السماء دي عارف النا. والكيف مجهول. كيف? ان احنا ما عارف النا. والايمان به واجب. لازم تؤمن انه الله في السماء والسؤال عنه بدعة. عشان عشان الكلام ده كله ميلخ بتليك? بتلقى الناس بتاعنا الحليات والرجبيات والكلامة الزي ده. يقول لك الرجبية. الرجبية دي شنو? احتفال بيه الاسراء والمعراج مش? يقول لك طيب تقول لا احكي لنا. تلقى عندهم دلقان اخدر وكده والجماعة قاعدين يقول لك دارين نقرى الاسراء والمعراج. كويس يا الله اقوله. تلقى قاعدين كده. يقول لك وجاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بدابة جمى بالبراق دون البغل وفوق الحمار يضع حافره عند اقصى طرفه حتى اتى بيت المقدس فوجد الانبياء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كويس. اها. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم بالنوبة طبعا. بالدلاليك. وده بكم ما جاء بخبر. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق. ثم صعد مع جبريل الى السماء. فاستفتح السماء الاولى. قالوا من هذا? قال جبريل. قال ومن معك? قال محمد. قال وقد ارسل اليه. قال نعم. قال نعم. مرحبا به ونعم المجيء جاء. قال فوجدت ادم عليه السلام. فقيل سلم على ابوك. فسلمت على ادم. فقال مرحبا بالاب الصالح. بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم الى السماء الثانية. ثم الثالثة. ثم الرابعة. ثم السابعة. فوجد ابراهيم عليه السلام. فقيل هذا ابوك فسلم عليه قال فسلمت عليه قال فمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال ثم صعدت إلى مستوى أسمع في صريف الأقلام ثم شرعت كم في البداية خمسين صلاة ثم لقي موسى عليه السلام فسأله فأخبره فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك جنو لا تطيق فما زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى قال الله عز وجل قد أنضيت فريضتي خمسة في الأداء وخمسون في شنو في الأجر يقول لك الحمد لله انتهينا طيب الله وين ها الله وين مش قليت الإسراء والمعراج اي كان لي وين وليك ما كان للسماء طيب الله وين ها اشنو التأسي قلت الإسراء والمعراج كان للسماء دا قل ليك الله وين تقول اه اتذل بتلعب ولا شنو شان تعرفوا يا أخواننا الموضوضة واضح ما داير ليه ولا لعب ولا داير ليه لفه الدوران ولذلك أخواننا الإنسان إذا اتبع الكتاب والسنة ولا بكون جايض أمورك بتكون واضحة دينك بيكون واضح ما بتكون عندك شبهات ولا لخبة طيب طيب ما معنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن الكرسي أخواننا أعظم من السماوات والأرض السماوات والأرض أقل من الكرسي والكرسي أقل من العرش والله سبحانه وتعالى مستوين فوق العرش استواء يليق بجلاله كيف؟ دي ما ادخلتها في رأسك العلم قالوا كل ما وضعت في ذهنك من صورة فإن الله بخلافه رفت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير طيب آه يحضي أسئلة متعني تساعدين طيب طيب السؤال دا ما جاني لكن نجاب عليه وهو الذي في السماوات إله وفي الأرض إله الإله معناها المعبود كما قال الإمام ابن جرير الطبري ده شيخ المفسرين متوفى سنة تلتمية تغريبا عشر أو عشرين هجرين قال أي أنه معبود في السماء الملائكة ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه ما يؤمرون ويعبده الصالحون من أهل الأرض دا المعنى بتاع العلمة طيب قال في الإسراء والمعراج هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء والرسل وصلى بهم نعم وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هناك من يقسم التوحيد إلى أولوهية وربوبية واسمها وصفات هناك من يقول لا يجوز تقسيم تقسيم فما رأيهم في ذلك لو قلت له في الفغي الصلدي فيها أركان ولا ما فيها فيها شروط ولا ما فيها فيها سنن أو مستحبات ولا ما فيها الوضو فيه فرائط ولا ما فيه فيه واجبات فيه سنن التقسيم دجا من وين في حديث لكن العلماء قوموا وبركرو ذي حاجة يسمى الاستقرار يعني مثلا اقول لك الناس القاعدين ديل ما بالمرقهم من اتنين ما عندي دليل لكن دي اسمو شنو دي اسمه قراية للواقع ها اقول لك الناس القاعدين ديل كلهم يازول راسه مغطة بايشي يازول راسه ما مغطة بايشي فيه حاجة تالتة تقدر تمرق لي حاجة تالتة مابتقدر فيه دليل في آية ما في آية ولا فيه دليل لكن ده يسمى باشنو؟ الاستغرار والتتبع وده زول جاهلة الجابو ده أنا قلت لك لو جاهل بيفضح نفسه ساكت في اللغة العربية الناس اللي بيقررون سابعة وتامنة بيقول لك الكلام بينقسم إلى اسم وفعل واشنو؟ وحرف جيب آية جيب دليل ولذلك ده اسمه ده اسمه يخوانا تتبع للآيات تلقى الآيات اللي بتتكلم في العغيدة بتتكلم في الطلاثة مواضيع جيبتها من وين؟ بقراية الغرآن وتتبع الآيات الفيه مثلا ربنا قال قل أعوذ برب الناس ده ربوبية ملك الناس اسمه وصفات إله الناس توحيد العبادة وللوهية فده الموضوع كده ما ما يلعب عليك طيب قال كما نعلم أن السموات سبع حديث بعد وجود الله أين يوجد الله قبل أن يخلق السموات السبع ده جاوبنا عليه تفسير الآية القرآنية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن أخوانا القرب ده بسموه العلماء القرب والمعية وهذا قرب القرب هنا دمى قرب حسي وإنما هو قرب العلم والإحاطة والقدرة العلم والإحاطة والقدرة إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ روحك يتصرف فيك زي ما دائل ربنا سبحانه وتعالى ما حكم ركعتين في آخر جمعة من رمضان وتسمى الرقعة وراني لها الشيخ جبل قال ليلة قلت له جماعة آخر جمعة في رمضان منا والعيد بيقوموا يصلوا بعد بعد صلاة الجمعة مش بيصلوا ركعتين قالوا بسموها الرقعة لو عارف ترقع شنو يعني الرقعة دي سؤال بسيط جدا دليل شنو لأنه ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دليل ما في دليل ياه ما في رقعة ولا حاجة أي حاجة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم دي بدعة طيب ما حكم صيام شهر الرجب ثلاثة أيام في أوله ثلاثة في أوسطه ثلاثة في آخره تصوم شهر الرجب الأيام البيض الاثنين والخميس غير من الصيام المشروع ده ما في وشه لكن تقول لا في ثلاثة أيام وفي سبع عشرين رجب ده ما ورد ولو ورد جيب دليل بس طيب هل تجوز الصلاة خلف من يدعو غير الله زل بنادي الأولياء وكده ده ما تصلي وراء ليه ربنا قال في آخر آيتين من صورة المؤمنين أنا قلت لك ما تكورك نحن شفت الباسم بتاعنا ده غير آية وحديث ما بيفهم هنا ده غير آية وحديث ما بيفهم جيب آية ولا حديث أفتح المصحف صورة المؤمنين آخر آيتين أفتح صورة المؤمنين ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون ده كلام له كلام الله ودي في صورة شنوه صورة المؤمنون يعني المؤمنون ما بيعملوا الشغل ده في إمتى لو ما عندك أسكن كلام الله أو أعد تلعب معه طيب هل تجوز لبس التماين مثل الحجاب وده ما بتسوي لك شي بتسوي الآن شيء إذن من الناس الشرطة والناس المزولين وتعال ورينا حجاب شنوه أي فهم أنا بكملوا لك والله هنا أكتب لك معادلة كيميائية في خدقنا ما تلعب علينا سايخ ده كله لعب ساكن طيب وشرك بالله طيب بيحبط عمله ما حكم قراءة آه راتب المهدي صباح ومساء ما في دليل ما في دليل ما ثبت بدليل كله من البدع طيب ما حكم من يسيء ويستهزي بسنة الرسول صلى الله سلم زولي يقول لك الجلابية القصيرة أو اللحية أو الحجاب المرأة كامل البستهزة ده ما بستهزة بينا دي عملت أنا دعمل منه عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار دك لمنه دك لما الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاب دك لما الله في صورة الأحزاب ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملن شنو يدنين عليهن من جلاب بهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين وكان الله غفور رحيمة طيب البستهزة ربنا قال قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ياخ دار تلعب ودار تستهزى دار تضحك استهزى بأي حاجة تانية لكن ما تستهزى بالدين ما تستهزى بالدين حس لو جزعوا استهزى بأبوك ولا بأمك ولا بأهلك بطرده طيب كلام الله كيف طرده يستهزوا به إيتي عندك مشكلة مع الزلدك شيل قنايتك أمشي أفتح فيه بلاغ حيل مشكلتك معاه لكن ما تدخله في شنو يا أخوانا ما تدخله في الكتاب والسن طيب ده آخر سؤال إجزاكم الله خير ونحن في النهاية كلامنا دي أخوانا آه إن شاء الله دائرين الناس يعني يلتزموا بالكتاب والسن إن شاء الله لا يزيلة كثيرة والمحاضرات كثيرة ما بعرف البرنامج عند الشيوخنا طيب طيب قال الله في السماء ما عليش يا أخوانا بس نجاب على السؤال ده ونختم قال الله في السماء قال لي في السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ألقال كده منو ما دقيقة أسمع أنا سمعتك للنهاية ربنا قال ده من أدب الغران الذين يستمعون القولة فيتبعون شنو أحسن ده من أدب الغران سمعت كلامك للنهاية ما في حاجة يعني ما تزعل ولا تتنرفس ونحن في النهاية كلنا دارين الحق طيب قلت لي أأمنتم من في السماء أو الله في السماء فياتوا سماء طيب هل الله في السماء في تفيد الظرفية هل تعلم في اللغة لأنه ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو عربيا يعني نرجع عليه شنو بعدين في التفسير جزء منه بنرجع عليه اللغة العربية أأمنتم من في السماء في السماء جو السماء أنا قلت ليك في ما معنى جو قلت ليك في بمعنى على الدليل الآية القبلية ما مغتنع بكلام يجيب مصحفة الآن ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا شنو في مناكبها في مناكبها معنى على يعني فوق فوق للأرض هل سينا بمشي فوق الأرض ولا جو فوق الأرض في سورة التوبة ربنا قال فسيحه في الأرض أربعة أشهر فسيحه في الأرض يعني نبقى سمين يعني ولا كيف نسيح جوة يعني ولا فسيحه في الأرض يعني أمشي على ظهر الأرض ما نعمشي على ظهر الأرض فلما تأتي قل لي الله في السماء الأولى والثاني أقول لك ربنا فوق السماوات وفي قصة الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم شرعوا عليه الصلوات يا أخوانا في السماء الأولى والثاني والثالثة ولا فوق السماوات فوق السماوات ده الموضوع كده جزاكم الله خير السلام عليكم